متيابة محتاج يخرج أعرى؟ بص هنا بالنسبة لي متيابة 2005 مش خسرني مكان في القايم أنا أرزعش تستفيد بيه أكتر محتاج يتخرج أعرى سنة وترجعه ألا تستفيد منه السنة بص كلمك بقى على الدين على الملأ بص النهاردة على فرق برامز على الخمسة المحترفين برامز بتستفيد بيهم إزاي؟ وإنت عندك للأسف في الزمالك ما بتستفيدش غير باتنين محترفين المسلوسي و... وإنضايقنا على فترات ما ما ينفعش أنا النهاردة أما يبقى عندي خمس محترفين لازم الخمسة المحترفين يبقوا في الملعب لازم لكن أنا النهاردة لو مش هستفيد بيوم خلاص ما يجيبش محترفين هو مش شرطة يا كريم مفيش لعيبة مفيش لعيبة أجانبي حتستفيد بها لأنا أملى قايمتي واتفع دولارات بالضبط بالضبط فأنت النهاردة بص على الشيبي أنا بكلمك مثلا عشيبي طبعا بص على الفيرود اللي هو بستون بص على الراجل بتاع جنوب أفريقيا اللي هو فخر لقاي بص على وليد الكارتي بص على تولي لا ترويه طبعا ده اللي بكلمك فيه حتى النهاردة محكاية عندهم اللي هو الراجل بتاع التراجل اللي جايبينه أهارة ده عندهم كزا لعيبة منتخب اللي هو بتاع منتخب تونس اللي هو الروج اللي بيسموه فخر دين بن يوسف طبعا اللي هو زدام ده اللي هو محتاز زدام ده اللي هو بيشوت ده محتاز زندام اه عندهم لعبة كويسة بيجيبهم مش جمال أفريق لعبة كويسة لكن انت الزمالك من فرق اللي ما بتستفيدش محترفنا فلازم الفكرة ده اللي كمان عنده عنده بيرستاو عنده علي دانج عنده علي معلول عنده اللي لا أسمي يعتبر مش أجنبي مودس طبعا يوميش ثلاثة مرضو هتبص على أهلي هتلاقي ثلاثة معين انت مفروض يبقى عندك لمسة تستفيد بيوم لازم يؤمن في الملعب فلازم الفكرة بتاع الانده يتغير في الأجانب هجيب أجنبي يلعب ويشارك ويبقى جامد أوك ما يفيش ما تجيبش وراح دماغك ما تعملش ما تعملش وانت هتستفيد انت انت بتغسر بتدفع وفي نفس الوقت ما تستفيدش في الملعب بيه صح جوزيجو ميز على مدار هذه الفترة مع نادي الزمالك مقنع بالنسبة لك ولا لا والله وانا جاي في الطريق انا متفكر اقسم بالله انا متوقع انت هتسألني السؤال ده وردي عليك انا لحد الوقت مش عارف اه يوديك ويجيبك بالزبط يعني انت النهاردة مثلا اديني مطش الاسماعيلي الشوت التاني اما لعبت اللعبة بص الزمالك عامل ازاي مطش اللي فات كان الزمالك بيلعب الزمالك قابل بلدات المحلة اه فكرون يا شباب كسب يعني اه اللي هو العبدالله السعيد فيه خدحة اطلاع الجيش برضو كويس تيجي النهاردة فصعب انا بالنسبة لي صعب صعب الحق الظروف نفسها مقدرش انت النهاردة لو بتلعب على انت اوكي كونفدرالية انت خدتها اوكي بس احنا مش هنعيش على الاطلال اه انت فاهم قصديم مش هتعيش على الاطلال طيب